فضيلة الشيخ وفقكم اللهم رأى تسأل فتقول عزمت على شراء منزل بقفط يقتطع من راتبي ووجدت إحدى شركات العقار ستقوم بشراء المنزل لي ووقفططه عبر إحدى المصارف أو أحد المصارف ومن ثم عند انتهاء من سداد الأقصار يقومون بتسليمي صكا هذا البيت فهل هذا جائز؟ إذا كانوا يملكون البيت وباعوه عليك بأقصار فلا بس ويرهنون الصك يرهنون لما يستوهون هذا لا بس أما إذا كانوا ما يملكون البيت وإنما يشترونه لك بسلمون الثمن من عندهم ويقصطونه عليك هذا قرض ربوي أقرضوك ثمن البيت بزيادة لأنهم لا يملكون البيت وقت العقد ولم يشتروه لهم أيضا اشتروه لك وسلموا ثمنه أرضا عنك هذا لا يجوز اشتركوا في القناة